هذا وقد أجرى مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء خاص على هامشي أعمال قمة المناخ كوب 27 مع رايا سولتر مديرة مركز عدالة الطاقة بالولايات المتحدة نتابع معا جزا هام من التعامل مع الملفات الخاصة بالتحديات المناخية هو ملف المياه وتعاون الدول وبالطبع القرات والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدول الأفريقية معي الآن رايا سولتر وهي بالطبع من مركز العدالة الخاص بتوزيع الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية رايا شكرا لوجودك معنا على القناة الأولى كنا نتحدث عن أحد أهم الموضوعات والملفات وهي المياه في الدول الأفريقية وفي العالم بشكل عام كيف تعتقد أن يمكن أن نوفر المياه؟ أعتقد هذا سؤال كبير والإجابة أنه فيما يتعلق بتنمية الطاقة فإنه من المهم أن تعمل الدول مع بعضها البعض حتى نستطيع بما أن نعمل في مشروعات التخفيف فإننا يجب أن نتأكد أن المياه يتم التعامل معها بشكل آمن وعادل للجميع وكيف تعتقدين أن هذا يمكن تطبيقه على الأرض؟ هناك الكثير من الخطط هل يمكن التطبيق؟ نعم يمكن هذا شيء نقوم به في الولايات المتحدة أنا من نيويورك ونحن نعمل مع شركات طاقة ونحاول أن نؤكد أن حقوق السكان الأصليين مضمونة وهذا وأن يكون كل أصحاب المصلحة منخرطين ولهم الأولوية ما هي الخطوات الأولى التي يجب أن تخذها في هذا الشأن؟ أولا التعليم يجب أن نفهم أن المياه مهمة جدا وليس فقط في الشرب والزراع ولكن أضعا في إنتاج الطاقة وكذلك أن يكون هناك دور لأصحاب المصلحة وأن نتأكد أننا لا نترك أحد خارج الرقب وكان هناك جلسة مهمة اليوم في جناح المياه كيف تعتقدين أننا نستطيع أن نمرر هذه الأفكار إلى المشاهدين؟ أنا مهمة أنكم مهتمة جدا أنكم تغطون هذا الأمر وبالتالي نود دائما أن نلقي الضوء على هذه القضية قضية المياه وقضية المناخ أيضا شكرا جزيلا رايا ربما أيضا الفكرة الأساسية هي التعامل مع التحديات المناخية ولكن ملف المياه هو أحد الملفات الهامة كما رأينا الآن في هذا اللقاء الخاص نعم شكرا لك كريم بيبرس كنت معنا من شرم الشيخ